اشتركوا في القناة 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 موسيقى ايش تعمل هنا يا اسود الوجه انتظر سبع غضانفر قالوا قاطع طريق انا السبع الغضانفر يا عبد السوق انا عروة بن الورد مسارع الاسود وانا عنطر بن شداد يا ملاعب القروت ملاعب القروت انا اطوى قطعك شرايح واحملك هدية البني عرس واقبط تمنك تقبط تمني انا اريدك بدروحك اكلوا حربا والله اكلوا اشتركوا في القناة 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 ولا ينزل للوجار جاي يخطب بنتك عبلة على مهر خمسمة ناقا والفين كباش عبلة تريد عريسها غني شجاع جميل ان كان عالغنى فهاك هداياه وان كان عالشجاعة فالأسود تخشاه وان كان عالجمال فهاك انت طراه ابيض اكحل اكحل ابلج ابلج افلج افلج هذا احلى عريس جالك قولي احلى عروسة عن ترغاب يا ناجيا صر له يومين الكلمة بعض الشورى حدثهم يا عمارة عن صيد الأسود كانوا أسدين بل أربعة صوت مضي يومين يا عنطر ولم تنظر إليك عيني وبعدك والله شاغلني وكويني وساليني هولك يومين لم تسمع وحوش البادية صوتك هولك يومين والأندال تستنى نهار موتك ومين هم الأندال المتعطرين المتسبسبين اللي خافوا يوجهوه راجل لراجل الربيع وأخي تقولي هذا عن الرجل الكريم اللي سطر علينا بعدما فضحنا العبد اللئيم بأشعاره وأجوانه غدا يعود عنطر ويقطع راسه راس عنطر اللي انقطعت وجاي اياكي تشوفيها بعينيكي بيجيوا أسدين طلعت لهم بسيفين الأول بدربة واحدة شجيته نصفين والتاني فر واختفى بين الأدغال كما تختفي الأطفال كده يا أولاد ولا لا أيها الله تجيتم عنطر راح عنطر راح والله راح يا ويلي يا ولدي يا ويلي جتلوك يا ولدي جتلوك أمك وأبوك جتلوك مبروك عليك عبلا أجل دخلتي حتى تتم فرحتي الفرحة تتم عندما تجينا راس عنطر اطمئن وحتى إما جتلوا عروة أنا أتكفل بي ولدي ولدي يا سعدك يا عبلا عنطر حي عنطر حي أي بتفعلي هذا قدام خطيبي لا خطيبي ولا أعرفه اللي بعتوهم يقتلوني أصرتهم وعفيت عنهم أما عمارة زيادي إذا طمع في عبلا فلا أعفي عنه أبدا رجت عن حدك يا أسود الوجه يوم تدعي إنك عبسي ويوم تتطاول على سيادك بالفعل والقول ورأس أبي لو سمعتك تذكر عبلا مشعرك لك تعراسك بسيفي دبت يدك يا صلو تتطاول على السادات لك ساعة سودة متل وجهك لما لقاك خارج الحي هيا الحقني خارج الحي أخاف على سيفي لا يدنس من دمك اقتلوه يا رجالي اقتلوه يا مغانا اشتبو يا رجالي اشتبو يا رجالي يا بني حبس شوفكم يا بني حبس خفوا عن القتال يا جوم اسمعوا كلام الأمير زهير يؤمركم بالخف على القتال يا بني حبسوا يا بني زياد العربي ما يحارب العربي مهما كانت الدواعي والأسباب يا أبناء العم يا أبناء الخال ما تستعوا يا أمير زهير ما قولكم في أعمار الزيادي سيد ابن سيد فلما يعتدي عليه صعلوك يرعى الغلم ايش يكون الحكم الصعلوك يتأدب وإذا طغى هذا الصعلوك وتطاول على الأعراض والأنساب يقتل الحمد لله ترجمة نانسي قنقر